وفي المتغيرات المهمة لا تفكر قوى التخالف الدولي بنشر قوة احتلال جديدة للعراق بغض النظر عن التسميات لكنها ستعمل ضمن ثوابت بديلة توازن بين المصالح وفاعلية القرار بطرق وقائية على غرار القصف الجوي بالمنطقة فيما يرى السفير البريطاني في العراق ستيفن هيتشن عدم صدق الحديث عن قوة كبيرة مدمرة ستحتل العراق العام الجاري وقال في تصريح صحفي أنه لا توجد دولة في العالم تعمل من دون تنسيق مع الآخرين مؤكدا أن مستقبل العراق بأيد العراقيين أنفسهم ما يعني أن حكومة عراقية قادرة على حماية مصالح الجميع هي خيار المرحلة المقبلة لدى قوى التحالف الدولي ضد داعش